كان يا مكان كان فيه ضفضع صغير وتعبان صغير الضفضع الصغير كان عايش في بيته مع مامته والتعبان الصغير كان عايش في بيته مع مامته لما الشمس طلعت في الصبحية الضفضع الصغير قال لمامته ماما ايوه يا ضفضع عاوز ايه انا عاوز انزل يا ماما ألعب في الحديقة شوية انزل يا ضفضع بس بلاش تتأخر وخلي بالك وعد التعور حاضر يا ماما مش هتأخر ما تخافيش علي مع السلامة ونزل الدفدع الصغير يلعب في الحديقة وفي نفس اليوم لما الشمس طلعت في الصبحية التعبان الصغير قال لمامته ماما انا عاوز انزل لعب في الحديقة شوية مامته قالت له انزل يا تابان بس بلاش تتأخر حاضر يا ماما مش هتأخر ما تخافيش علي مع السلامة ونزل برضو التابان الصغير يلعب في نفس الحديقة اللي بيلعب فيها الضفدع الصغير لما وصلوا الحديقة كان كل واحد فيهم بيلعب لوحده التعبان كان بيسحف على الأرض والضفدع كان عمال ينط ويفط لكن بعد شوية التعبان الصغير شاف الضفدع الصغير من بعيد ولقى بيت نطط هو ما كانش يعرفه فلما شافه ألف باله إيه بتاع الحلو اللي بينط هناك ده ده شكله حلو خالص والنط بتاعه يضحك أروح ألعب معاه فراح التعبان عند الضفدع وقال له إزايك؟ إنت اسمك إيه؟ الضفدع قال له إزايك أنت؟ أنا الضفدع الصغير وإنت مين؟ التعبان قال له أنا التعبان الصغير تيجي نلعب مع بعض يا ضفدع؟ أيوة تعال نلعب مع بعض شوية يا تعبان التعبان قال له على فكرة إنت بتعرف تنط حلو خالص ممكن تعلمنا نط زيك؟ الضفدع قال له وإنت بتعرف تسحب حلو خالص إنت كمان تعلمني أسحب زيك خلاص؟ التعبان قال له خلاص كل واحد فينا يعلم التاني الحركة بتاعته وقعد الضفدع والتعبان في الحديقة طول اليوم ولعبوا مع بعض كتير جدا واتبسطوا وضحكوا مع بعض جدا جدا لغاية ما الشمس بتاعت تغيب فالضفدع قال للتعبان أنا حبيتك خالص يا تعبان أنت واتبسطت معاك خالص النهاردة فالتعبان قال له وأنا كمان فرحان خالص إن لقبت معاك النهاردة بص إحنا لازم نمشي دلوقتي علشان الشمس يتغيب ومامتي قالتلي ما تأخرش وأنا كمان مامتي قالتلي ما تأخرش بس بكرة نيجي هنا تاني ونلعب مع بعض يا تعبان يا حلو انت خلاص؟ خلاص يا تفدع سلام دلوقتي وشوفك بكرة يا حبيب انت الضفدع ساب التعبان وراح مروح بيته والتعبان ساب التعبان وراح مروح بيته الضفدع خبت على باب بيته فمامته فتحت له فلما جي يدخل البيت ما دخلش يتنطط زي ما كل الضفدع بتتنطط لكن دخل البيت وهو بيصحف على بطنه زي ما تعلم من التعبان وهو داخل قال لمامته ماما ماما بصي شوفي أنا بعمل ايه ايه ده؟ انت بتصحف على بطنك كده ليه؟ داني يا ماما النهاردة مبسوط قوي قوي اللي مخليك مبسوط كده يا حبيب والحركات الغريبة اللي انت بتعملها دي اصلا النهاردة يا ماما لعبتي مع واحد صاحب جديد عرفته واتبسطت معاه خالص خالص واتفقنا كمان ان احنا هنلعب بكرة تاني مع بعض في الحديقة مين صاحبك الجديد ده اللي لقبت معاه؟ ده بتاع كده يا ماما طويل قوي وبيصحف على بطنه وهو اللي علمني اسحف زيه كده وانا كمان علمته يتنطط زي ايه مين هو الطويل اللي علمك تصحف كده؟ قول لي اسمه اسمه التعبان يا ماما التعبان الصغير يا مصبت يا لهوي تعبان بتلعب مع تعبان يا دفدع وعملك حاجة؟ ضربك؟ في ايه يا ماما مالك؟ بقولك ده صاحبي لعبتي معاه واتبسطنا وفرحنا خالص تقول ليه لي ضربك؟ انت اصلك لسه صغير ومتعرفش حاجة هو ايه يا ماما اللي معرفوش ده؟ انت مش عارف ان عائلة التعبين بتكرهنا احنا الضفادع من زمان وانهم دايما لما بيشوفونا بيعضونا ويموتونا وياكلونا ده كويس انه مأكلكش يا حبيبي ايه يا ماما الكلام الوحش اللي انت بتقوليه ده؟ ده انه راجع من بره مبسوط وفرحان خالص وانت تقوليه للتعبان يا كلني؟ لا يا ماما التعبان حلو انا بحبه وبكرة هنلعب مع بعض تاني ها؟ بقولك ايه؟ انت تسمع كلامي علشان انا خايف عليك وبلاش تقرم من التعبان ده تاني ابدا ولا تكلمه ولا تلعب معاه ولو شفته اطلع اجري وهرم منه وما تخليهش يشوفك ابدا التعبان ده حاجة وحشة خالص يا حبيبي مهبوك زمان مات لما اكله تعبان معقول يا ماما بابا كان له تعبان زمان ايوه يا حبيبي بس انت كنت صغير خالص ساعتها يلا خش نام وانسى موضوع تعبان ده خالص دخل الدفدق الصغير ينام وكان زعلان على الاخر بسبب الكلام اللي قالت فوله مامته وقال معقولة التعبان ممكن يكلني بات الميلعب معايا اما التعبان الصغير فلما ساب الحديقة وروح عند مامته وجي يدخل البيت ما دخلش يسحف زي ما كل التعبين بتسحف لكن دخل البيت وبيتنطط زي ما تعلمنا الدفدق وهو داخل قال لمامته ماما ماما بص شوف انا بعمل ايه مامته قالت له ايه ده انت بتتنطط كده ليه ده انا يا ماما النهاردة مبسوط قوي قوي ايه اللي مخليك مبسوط كده والحركات الغريبة اللي انت بتعملها دي اصلا النهاردة يا ماما لقبت مع واحد صاحب جديد قابلته وعدنا نلعب مع بعض واتبسطت معاه خالص خالص واتفقنا كمان ان احنا هنلعب تاني بكرة مع بعض في الحديقة مين صاحبك الجديد ده اللي لقبت معاه ده بتاع كده يا ماما صغير وبيتنطط على طول وهو اللي علمنا تنطط زيه كده ايه رأيك بقى في النطة دي هب هب مين هو البتاع الصغير اللي علمك تتنطط كده قول لي اسمه ايه اسمه الضفدع يا ماما الضفدع الصغير الضفدع بتلعبلي مع ضفدع ايه العبط ده يبقى انت اكيد اكلته قبل ما تيجي هنا بقى وبطنك مريان يا حبيبي فيه يا ماما مالك بقولك ده صاحبي لعبت معاه واتبسطنا وفرحنا خالص تقول ليه لأكلته انتصلك لسه صغير ومتعرفش حاجة هو ايه يا ماما اللي معرفوش ده انت مش عارف ان احنا بنأكل الضفادع يا ابني ولما نشوف ضفدع بنأكله على طول ايه يا ماما الكلام الوحش اللي انت بتقولي ده ده ان رجل من بره مبسط وفرحان خالص وانت تقوليه لأكل الضفدع لا يا ماما لا الضفدع حلو وانا بحبه وبكرا هنلعب مع بعض تاني بقولك ايه انت لو شاطر صحيح بكرا لما تروح تلعب في الحديقة لو شفت الضفدع ده تنط عليه على طول وتعده بسنانك وتموته عاوزك تبقى شاطر كده زي باباك ده انا وباباك ياما موتنا ضفادع وكناها معقولة انتو بتموت الضفادع وتاكلوها ايوة وبنجيب لك منها تاكلها كمان هي يا ماما اللي بتقوليه ده دخل التعبان الصغير ينام وكان متدايق قوي من الكلام اللي قالته له مامته وقعدي عيط في السرير ويقول ايه ده معقولة انا موت صاحبي حبيب الضفدع للابتي معاه النهاردة وتاني يوم في الصبحية راح الدفدع الصغير والتعبان الصغير كل واحد راح الحديقة ولما شافوا بعض من بعيد كل واحد فيهم كان بيبص على التاني لكن محدش فيهم قرب من التاني الدفدع كان فاكر كلام مامته وبقي خايف من التعبان والتعبان بقى مش عارف يعمل ايه يروح يأكل صاحبه حبيبه اللي لقى بمعان بارح وانبسطه هم اللي اتنين كانوا عاوزين يلعبوا مع بعض زي مبارح لكن كلام امهاتهم خلاهم خايفين من بعض ومش هيكلموا بعض تاني ابدا ابدا ساعات اولادنا بيقربوا من ناس مختلفين ياريت بلاش نعلم اولادنا الكراهية لكن نعلمهم المحبة الى اللقاء في قصة جديدة ان شاء الله ياريت تعملوا لايك للفيديو واتمنى تشاركوا في القناة وانتظروا مزيد من القصص اللي ممكن تحكوها او تسمعوها لاولادكم قبل النوم هتكون قصص مشوقة وهتكون قصص ممتعة ان شاء الله هحكيها بطريقتي وان شاء الله تعجبكم وتعجب اولادكم